وسط استهجان تباطئ المؤسسات الحقوقية بممارسة دورها الحقيقي نظمت لجنة تنسيق الفصائل في مدينة نابلس وقفة على مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد شادي شرفا والذي احتجزه الاحتلال بعد جريمة اعدامه الميداني في الثامن والعشرين من يوليو الماضي خلال محاولة دخ المياه إلى قرى جنوب نابلس لتعويض ما يسرق لصالح مستوطنات شمال الضفة الغربية جريمة الاعدام جريمة نكراء يمارسها الاحتلال منذ بدي الاحتلال ولكن جريمة احتجاز الجثمان جريمة أكبر وجرح نازف وبقاء الجرح مفتوح نحن نطالب باسترداد جثمان الشهيد شادي لكي نزفه كباقي شهداء البلدة الفعالية حملت رسائل التصعيد الميداني حال استمرار القرار الإسرائيلي باحتجاز جثمان الشهيد الشرفة وحذرت من تدهور الأوضاع مع مواصلة عزل بلدة بيتا ردا على نموذجها الشعبي في مقاومة الاستيطان والتي دخلت شهرها الرابع رفضا لمحاولات إنشاء بؤرة استيطانية على أراضيها استمرار احتجاز جثمان الشهيد شادي هي جريمة بكل العراف والمواثيك الدولية واستمرار احتجازه يعني استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة وهذه الفعاليات لن تتوقف وسنبقى مستمرين في فعالياتنا حتى استرداد جثمانه وتشييعه حسب الأصول الوطنية ومع احتجاز جثمان الشهيد شادي شرفة ارتفع عدد الجثامين التي يحتجزها الاحتلال إلى 82 جثمان ويرفض تسليمهم لعائلاتهم تحت ذرائع أمنية يسعى الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد شادي شرفة إلى الضغط على أهالي بلدة بيتا لخفض حدة المقاومة الشعبية فيما يرى حراس الجبل على الجهة المقابلة أن استمرار احتجاز جثمان الشهيد سيرفع من حدة التصعيد وتوسيع رقعته خالد بدير قناة الغد من بلدة بيتا جنوب نابلس فلسطين